السلام عليكم معاكم اسماية ابراهيم النهاردة معاكم فيديو جديد ووصفة جديدة هنعمل المحشي هنعمل محشي بتنجان ومحشي فلفل طبعا الوصفة دي على طريقة امهاتنا او جداتنا طريقة يعني البدائية خالص يلا بينا عن مقديل وطريقة التحضير اول حاجة هجيب الكمية البصل بتاعتي هنا استخدمت حوالي من خمس لست بصلات قطعتهم مكعبات زي ما انتوا شايفين كده وهنزل بالبصل بتاعي في الزيت السخ اه وقال لي بيه كويس لحد ما ياخد اللون اللي اللي دهبي ده زي ما انتوا شايفين وبعد كده هنزل بتلات معالق صلصة اللي احنا عامنينها مع بعض وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف حطيت معلقة سبع بهارات ومعلقة كبيرة ملح ومعلقة فلفل سود ومعلقة بابريكا ومعلقة شطة وطبعا اقلب التوابل دي مع البصلة والسلصة عشان طعم التوابل تطلع وحطيت معلقة كمون وهنا قبدا انزل بالرز بتاعي حطيت كوبايتين رز وقلب الرز مع الصلصة والبصل والتوابل بتاعتي وهنزل بخضرة هنا حطيت شبط وكسبرة وبقدونس يعني حوالي حزمة 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 من كل حاجة وتقلبي طبعا اضافة الخضرة بتكون بعد ما تقفل النور بتاعتك عشان الخضرة بتاعها ما يتبلش ويبقى اسود وكده هنا حطيت معلقة طوم انا بحب جدا الطوم يكون طعمه يعني نيه كده بيبقى طعمه جميل جدا في خلطة المحش بتاعتي ما بحبش احمره خالص مع البصلية وهنا حطيت حوالي معلقة نعناع طبعا معلقة النعناع دي طبعا بتكوني قفلت البتجاز وهنا حبيت احط معلقة ملح زيادة لاني كنت عامل حسابي على كبات رز واحدة فاضطررت ازود مقدار الملح وزي ما انتو شايفين بدأت حشي معاكم طبعا تكوني سبتي الخلطة بتاعتك تبرط شوية وتبدأت حشي وحدات المحشي طبعا تسيبي فراغ شوية في حبات المحشي بتاعتك لان الرز بياخد يعني بياخد حجمه وبيكبر وهنا كون خلصت الحشي بتاعي تعالوا بقى اعرفكم اللسائل ان انا بحطه على المحشي بتاعي لو ما عندي كيش شربة بجيب حوالي لتر مية بحط فيه مكعب مرأ الدجاج او لحمة او خضار وبحط فيه نعناع واغليه على النار النعناع المغلي بيدي طعم جميل جدا مع المحشي بتاعك هنا هسقي بيه المحشي وهحطه على النار عالية انا بسوي المحشي بتاعي على النار عالية بيعد حوالي 15 ل 18 دقيقة بكتير او 20 دقيقة بيشرب السائل بتاعه وبيستوي على طول انا ما بياخدش معايا وقت وده وصفة النهاردة جربوا الوصفة ان شاء الله هتعجبكم وبالفة هانا وشيفة ولكن قمّنتوا الفيديو للاخر ما تنسوش لايك وشير واشتراك للقناة اشتركوا في القناة